كل إنسان له خصوصيته وأسراره وقد شرع الإسلام الاستئذان وحرم التجسس حفظاً للعورات واحتراماً للخصوصيات وفي زمن انفجار المعلومات أصبح السر يطير في الآفاق بثوان معدودة فانتوهكت الخصوصيات وانتشرت الأسرار وضاعت الحقوق فاختراق المواقع والمنتديات جريمة والتلصص على البريد الإلكتروني وحسابات المستخدمين جريمة والعبث ببيانات المستخدمين واستعراض محتوياتها دون إذن أصحابها جريمة ففي الحديث من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته والمسلم اللبيب يأخذ حذرة ويأخذ بكل الأسباب التي تحفظ أسراره وخصوصياته